ليه الإخوان مركزين قوي على سينا هناك لحظت ده استعدوا لمفاجأة كبيرة جدا جدا وفاجأة مدوية بتفاصيل ومشتندات صادمة بس بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد قبل ما تظهر ملامح مخطط التهجير لاحظت شخصيا للإخوان مركزين قوي على سينا مش فاهم ليه بس كنت فاهم من قراءتي للتاريخ ان اللي عايز يسقط ركز معايا اللي عايز يسقط اي دولة لازم يبدأ يضغط عليها من اطرافها من اين من اطرافها كتاب الشر بيقول كده منعج الشر بيقول كده عايز تسقط اي دولة اضغط عليها من اطراف وبن يحمي مصر يا رب ويحمي ويحافظ على حراسة الاصردين وكنت عارف ان الاخوان بيجي لهم تمويل مشبوه عشان منظمة عاملينها اسمها منظمة سيناء لاحظ الاسم اربط بين المنظمة اللي انشأها الرئيس جمال عبد الناصر منظمة سيناء عربية والمنظمة اللي تعرفها ظاهر قدامك على الشاشة ودايما الخيانة والجاسوسية بتحتاج مظلة للعمل من خلالها ما فيش جاسوس بيفتح محل مكتوب عليه محلات ابو الخينين للعطارة والجاسوسية ما بلايش ده الحقيقة في العطبة الجاسوس بيحتاج سطار كومفلاج والموضع من سنة 2006 تقريبا كده هي منظمة حقوق الإنسان ولو قريت من خلال الموقع نفسه بتاع المنظمة تعريف مجال عمله طلعه تاني يا سيد روماني على الشاشة بعد اذنك هتلاقيهم بنفسهم كدبين زي ما هو ظهر قدام حضرتك على الشاشة ان ادفهم كالتالي الاطراف الفاعلة في سيناء محل الرصد مين يمعلم المؤسسات والاجهزة الامنية والعسكرية ينهر اعترافات متقامل وابل الجملة دي في حد ذاتها انت عايز ترصد المؤسسات الامنية في سيناء الجملة دي اللي انت كاتبها بنفسك خيانة عظمة تودي العشماوي انت عامل مؤسسة عشان ترصد تحركات المؤسسات العسكرية والامنية في مصر وكاتب ده بنفسك على الانترنت طبعا اللي بيحصل بقى لاني كنت هناك هم بيكلفوا عائل اخوانجي جاهل مش فاهم حاجة يصمم الموقع ويقولوله يا ابني يا اخ فلان احنا عاملين منظمة احنا بيجي لنا تمويل عشان نعمل منظمة في سيناء عشان ترصد تحركات الجيش والشرطة والمؤسسات السيادية فالغبي ياخد الكلمتين دول من مسؤوله ويروح كتبها في التعريف عن نت ومسؤوله مش فاضي يرجع وراه اه يمكن مشغول في جوازة جديدة مع الشيخ النخاح ولا حاجة طيب بيرصدوا ايه تاني اقروا معايا كده بند تلاتة هتلاقيهم كتبين ابناء القبائل يعني يرصد الجيش ويرجعلي يا استاذ روماني ويرصد كمان ابناء القبائل يعني الشيخ الارجاني منظمة سيناء اللي سرقوا من الرئيس جمال عبدالناصر اللي اسم منظمة سيناء العربية ويرصدوا ابناء القبائل يعني الشيخ الارجاني ورجالته بيتجسسوا عليهم في سيناء وجاي لهم تمويل على ده عشان بتكرههم اسرائيل ووضحت لكم ازاي الاعلام العابري قبل الفاصل ابدأ تخوفوا من اتحاد القبائل العربية في نفسي توقيت حملة اعلام الخوانة اللي انا كنت عايش وسليهم برا ربطين الموضوع طيب السؤال بقى ما الواحد يتعلم يفكر ويشغل مخه فين مقر منظمة سيناء اللي كاتبين بنفسهم عن ند ان دورهم ان هم يرصدوا تحركات الجيش والمؤسسات الامنية في مصر كان لازم ابحث بقى ودور كصحفي لازم ادور على مستندات عشان ما بقاش بطل عهبة زي الهبيدة الهبيدة اللي بيترجو مشاعر الناس لازم اطلع اقول كلمة حق ما هو انا مش عايز اشرب برضو مقلة بينار تاني بينه بينكو يعني لا يقول ده مؤمن من جوحر بمرتين وهنا كانت المفاجأة الصادمة هي مش مفاجأة بصراحة هي مجموعة من المفاجأات الصادمة الساحقة الماحقة مقر منظمة سيناء دي فين في لندن ودي الصورة هي قصادكم شركة خاصة مشهرة في لندن يعني الصفحة والموقع الاخواني الممول اللي بيطلع قسامة جويش كل شوية يقولك نقلا عن صفحة منظمة سيناء فالمواطن المصر الطيب يظن ان مقر المنظمة دي في سيناء او في القاهرة يا سيدي لا المقر في لندن يا معلم يا صواح التمويل اللي بيستهد في امن مصر والتأمر ضدها واضحة وضوح الشمس طب أسوها امتى أسسوا منظمة سيناء امتى خش على المفاجأة التانية في 3 نوفمبر 2021 طلعها على الشاشة يا أستاذ رماني عشان ناس تشوف تاريخ التأسيس اللي بتحته خط أحمر 3 نوفمبر 2021 كنت هناك أنا لسه يعني بعد عملية سيف الأقصى مباشرة بتاعت صرايا القدس ظهريا بتاعت صرايا القدس فاخرين العملية دي يعني يظهر كانت يتلقم إشارة جامعة مدرس الخط ان توقيت تنفيذ مخطط التهجير قرب وبقى قابقه وسيني أو أدنى لان تأسيس المنظمة كجمعية مشهرة كشركة خاصة في لندن بيتكلف فلوس يا جماعة مش بلاش والإخوان على فكرة ما بيدفعش مالين من جيبه على فكرة ما بيدفعوش أي حاجات زيدي من جيبه ما هو يدفع من جيبه لما يكون أنا يتجاوز واحد عن شيخ نجاح غير كده ما يدفعش لازم ممول أجنبي السلوم الشركة دي في لندن لازم ممول أجنبي لأي دورتة خريبة بيعملوه في البلد طب هل دي بس كل المفاجآت كده هذا نحلط لأي